موسيقى بالنسبة للمناسبة ساعد العشرة ستكتفى غير بها السهرة ولا لديكم برنامج على طالة هذا الشهر بالنسبة لها شكرا على السؤال هذه السهرة تتويج لختام السنة الفنية سنستأنفها في شهر سبتمبر ستكون لدينا السهرة المقبلة الكبيرة ستكون لدينا مناسبة احتفادات الشعب المغربي بذكرى تقديم عريضة الاستقال جمعية الفن هي جمعية طربية تأسات ما يقرب على سنتين ونصف من بين هدف الجمعية مواكبة الأصوات الشابة ودعمها كذلك وتأطيرها وفي هذا الإطار هذا وفي خضم احتفالات الشعب المغربي بذكرى 24 تربع صاحب جلالة محمد السادس على عرش إسلافه الميامين تنتظم الجمعية هذه السهرة هذه الطربية التي تحتوي على ريبرتوار شرقي مغربي أصيل فيها أغاني طربية مغربية تذكرونها بالزمن الجميل وفي أغاني كذلك وطنية لأن الدكرة شرط وكذلك فيه أغاني شرقية جمعية الفن هي جمعية شابة كتألف من بعض الأخوات والإخوان كمجموعة صوتية كتقوم بتداريب منتظمة تدريب كل أسبوع وقدروا غالباً سهراء كل ستة أشهر الهدف الجمعية هو إحياء السهرات وإحياء مصارات الشخصية التقافية والفنية والرياضية نحن ندعم إطار هذه الاحتفالة للعيد العرش لتربع صاحب الجلالة الدكرة الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش أسلف المنعامين ارتأت جمعية الفن إلى أن تنظم هذا الحفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والحفل هو كيتضمن كرال وكذلك مطربون كيف جلت الفكرة في الأول بش تديرها الجمعية على أهل الفن؟ الفكرة كانت نحن كأسرة فنية فكرنا وقلنا على الأشياء لدينا مؤهلات فنية فلماذا لا نفكر في تأسيس جمعية فنية؟ الحمد لله كان المشروع قائم والحمد لله قمنا بعدة سهرات وبعدة رحلات والحمد لله احنا اليوم ننظم هذا الحفل اللي نتمنى يكون على المدى البعيد يعني عندنا إن شاء الله مشاريع مستقبلية إن شاء الله